زي ما حضراتكم شفتوا كده يبدأ ماراثن الحوار والنقاشات على مجتوى الثلاث محاور من انطلاقا من الأسبوع القادم كل يوم حد ثلاث خميس مخصص لمحور محدد وهذا المحور تحته مجموعة من القضايا كل قضية هيبقى مخصص لها يمكن جلسة أو جلستين لنقاشها حسب موضوع القضية وحجم النقاش المتوقع بشأن هذه القضايا المحور المجتمعي هيبقى يوم الخميس هينطلق الحديث في ما يخص ما له علاقة بالقضية شائكة ومعقدة ومحتاجة لحلول وهو موضوع الوصاية على المال وما يرتبط بها ويمكن هذه القضية بقت محل اهتمام كبير كمان بعد نجاح مسلسل تحت الوصاية للنجمة منزكي اللي عايشت ناس كتير جدا في هذه القضية وتحدياتها ولذلك هي مدرجة بالفعل على اجندة الحوار الوطني هل ادراجها كان بعد المسلسل ولا هي كانت قضية موجودة من ضمن الموضوعات اللي يتم نقاشها من قبل هذا العمل وتأثيره والصدى اللي حققه خلونا نفهم كل هذه التفاصيل ونحش في تفاصيل هذا الموضوع كمان مع ضفتي العزيزة دكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة القصة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني مرحب بك معنا يا دكتورة ونورانا أهلا بحضرت خلينا بداية هو موضوع الوصاية كان مدرج قبل المسلسل ولا بعد المسلسل وفي الحالتين يبقى شيء إيجابي الحقيقة موضوع الوصاية كان مدرج من قبل المسلسل بس اللي خلينا حطناه على أولوية الموضوعات هو المسلسل لكن هو كان مدرج من بداية اختيار الموضوعات اللي هيتم مناقشتها في اللجنة عندنا كويس جدا طيب لو جينا بنتكلم على لجنة القصة والتماسك المجتمعي ايه أكتر الموضوعات اللي كانت محل اهتمام من المواطنين وبعتوا لحضراتكم إما مقترحات أو تحديات أو مشاكل منتظرين أنها تناقش في اللجنة أهم الموضوعات اللي كانت مطروحة مشاكل ما بعد الطلاق كل المشاكل اللي بتنتج عن الطلاق سواء بقى زي ما قلت حضرتك الوصاية الحضانة النفقة دي يعني أكتر موضوعات جي عليها بيبر جي عليها أطرحات آه جي عليها أطرحات عندنا إحنا اللجنة بتتكون من ثلاث موضوعات رئيسية هي العنف الأسري العنف ضد المرأة والعنف الألكتروني ومشاكل ما بعد الطلاق هما دول الثلاث موضوعات الرئيسية وحيكون من خلالهم بقى الموضوعات اللي بتنتج عنها مشاكل كويس طب ليه حضرتكم الثلاث موضوعات دي تحديدا كانت هما محل الاهتمام للنقاش في لجنة القصة والتماسك المجتمعي إحنا عملنا زي دراسة وراسد لأهم المشكلات اللي بتواجه المجتمع المصري بتاعنا الخاصة المشكلات الخاصة بالأسرة وجدنا إنه دول أكبر مشاكل أكبر مشاكل بتقرقنا كويس طيب نيجي الملف الطلاق والوصاية واللي هيبدأ النقاش بشأن هذه القضية يوم الخميس القادم إن شاء الله إن شاء الله لو تسمحيلي في البداية بس نوضح لمن لا يعلم إيه الفرق ما بين الوصاية والولاية والحضانة الوصاية ده في القانون بتقول نمرى واحد للجد بعد وفاة الأب المشكلة بس في حالة الانفصال وجود الأب بتقول إلى الأب آه طبعا نعم في حالة عدم وجود الأب إحنا هنا منتكلم أكتر في الوصاية بعد الوفاية بعد وفاة الأب إن الأم بتكون مش قادرة تتحكم في المدخرات أو الورث بتاع الأولاد في النفق عليهم آه طبعا ده بيبقى بيعمل عائق كبير جدا آه إحنا محتاجين من القانون إن المرأة أو الأم ما تكونش نمرى تنين بعد الجد يعني الأطفال في حضانتها آه إحنا مقامنين إن الولاد يكونوا معاها ومش مقامنين إن هي تقدر تصرف عليهم من مالهم وبرضو يعني بيبقى فيه رقابة من المجلس الحاسبي كده كده أصلا على المصرفات آه إحنا ولكن الأم هي أقرب آه حتى كمان معا إن لو الجد سمح للأم أو تنازل لها عن الوصاية وهو عايش بيبقى فيه إجراءات معقدة لنقل الوصاية ده برضو إحنا عايزين نبسط الإجراءات ونصرعها إحنا بنطالب يعني حتى لو الجد تنازل الموضوع ما بيبقاش منصر آه ما بيبقاش منصر وبيبقى فيه كمان زي مصرفات بتتصرف على النقل الوصاية من الجد للأم أصلا ممكن الأم ما تقداش تدفع الفلوس دي فإحنا عايزين نتفايدة الوقت الطويل اللي بناخد فيه الإجراءات ونتفايدة الجزء بتاع المصرفات اللي هي بتتدفع مع نقل الوصاية من الجد للأم عايزين الأم تكون رقم واحد هي الواصي على أولادها ده يعني إحنا مش بنطلب حاجة يعني تكون ضد الشرع لأن طبعا إحنا القوانين بتاعتنا كلها تبع الشريعة ولكن إحنا عايزين زي حاجة بتوائم العصر والمشكلة والتشريعة يعني إحنا أغلب القوانين بتاعتني يعني عد عليها عقود من الزمن يعني يعني كتير قوي يعني إحنا ممكن نقول مثلا كان زمان ده بيتشرع القانون ده يتشرع على أساس كان بيت عيلة والأب لو توفق جد موجود في العيلة وهو اللي بيصرف على الأولاد لا إحنا دلوقتي الموضوع مختلف تماما إن إحنا ساعات بيبقى الجد مش موجود في نفس المحافظة مش صحيا مش قادر أو كبير وبيبقى متعنت إنه هو لا أنا اللي هبقى واصي دي فلوس إبني لا إحنا اللي يهمنا مصلحة الطفل طبعا يهمنا مصلحتهم جد هي المعضلة برضو في القضية دي هو إنه مش هتقدري تنظري إليها فقط من ناحية إنه في أم وفي جد والعلاقة طيبة لأنه ممكن يكون الجد يعني متعنت زي ما قلتي وممكن يكون مش متعنت بس الأم تكون مش محل أمان بالنسبة للجد فالمشاكل اللي زي دي هي اللي بتخلي الأمور شديدة للتعقيد في قدرة مصبوط زي المسلسل زي المسلسل يعني ما الأم كانت كويسة بس هي مش قادرة تتصرف في الورثة بتاع ولادها تصرف عليهم الولد عايز كان تقريبا فيه الولد عايز يعمل عملية في عينه الجد رفض إنه هو لا فزي ما ما إحنا ممكن نقول إن فيه حتى عفوا غير لو الجد رفض ودي أمور معقدة بس لو الجد قبل يعني لو بنتكلم على تدخل جراحي عاجل مطلوب للإبن أو للإبنة فالأم مش هتقدر تتحرق غير لما تخاطب الجد ويروحوا للمجلس الحزبي مزبوط ويبعثوا تقارير ويعملوا إحنا عشان كده بقول لحضرتك إحنا بنطالب بسرعة الإجراءات ونطالب إن مواد القانون يحصل عليها تحديث يتواءم مع عصرنا دلوقتي دي أهم حاجة مين اللي هيناقش بقى هذه المعضلة بتعقيداتها لأنه بدأ بالنسبالي من خلال طرح حضرتك إنه الأطرحات التي وصلت إليكم يغلب عليها العنصر النسائي طبعا في بعض الأحيان ممكن في حالة الانفصال الأبب بيبعنده مشاكل زي مثلا مشكلة الرؤية ودي أبهات كثيرة دي دم بيشتكوا منها فيه طبعا فيه موضوعات متقدمة كده حضرتك كنت بتسألني دلوقتي بتقولي مين اللي هيناقش الموضوعات دي إحنا مفروض إنه هيكون في اللجنة تقريبا 30 مختص أعضاء دائمين في اللجنة يناقشوا موضوعات كلها اللي موجودة في خطة اللجنة هيكون ممثل عن المجلس القومي للمرأة ممثلين عن مجلس الأمومة والطفولة ممثلين عن وزارة العدل علشان التشريعات والقوانين إحنا هيكون موجود معنا ناس كل الناس المختصين المعنيين بشؤون الأسرة والمرأة هيكونوا موجودين إن شاء الله معنا طيب وشؤون الأب فين؟ موجود الأسرة الأسرة ككل مش ما فيش إنحياز لأي طرف من أطراف الأسرة لإن إحنا يهمنا المصلحة الفضلة للطفل صحيح فلما يعني الأب والأم يكون الوضع بينهم سليم أكيد الطفل ده حيطلع يعني حاجة محترمة جداً نواة المجتمع صحيح طيب من يعني القضايا والتعقيدات في هذا السياق التي وردت إليكم ومطلعين عليها في تحديات كتيرة جداً إلى أي مدى ننتظر عشان نزبط سقف طموحنا إن ممكن النقاش بالفعل يصل إلى حلول عصرية وتبقى بتدي كل طرف حقه وفي السياق أو في المقام الأول بتراعي مصلحة الأطفال والأبناء إحنا المفروض المنتظر من جلسات الحوار الوطني دي مخرجات سواء مخرجات تشريعية أو مخرجات تنفيذية أو مخرجات على هيئة برامج توعية المخرجات التشريعية دي طبعاً إحنا بعد ما يعني إن شاء الله بعد ما تطلع المخرجات دي إحنا بنرسلها لمجلس الأمناء ومجلس الأمناء هيرفعها للسيد الرئيس حيدخل في حيز التنفيذ بقى الجزء التشريعي حيبتدي ينتقل مجلس النواب ونقص الجزء التنفيذي حيكون في إيد الرئيس بقى وهو يقدر يعني يواجهه في الحكومة الجزء التوعوي برضو ده برضو بيختص بجزء من الوزرات في الوزرات بتعمل برامج زي وزارة التضامن ووزارة الصحة بتعمل برامج توعية في المحافظات وبتنزل القرى والنجوع عشان زواج القاصرات عشان الصحة الإنجابية الجزء التاني كمان عندنا المجتمع المدني برضو دوره مهم جداً فإنه هو يواعي الناس اللي هم بياخدوا تدريبات إحنا مثلاً عندنا المجتمع المدني ده بيعمل زي تدريبات مشاريع وتدريبات ينزل للناس دي ويبدأ يدربهم ويبدأ يكلمهم من فترة الخطوبة إزاي الست تقدر تختار شريك حياتها إزاي تقدر تحافظ على بيتها ده فيما يخص التلات مخرجات إن شاء الله يعني أنا متفألة إن شاء الله وهل المتضررين والمتضررات أصحاب المصلحة اللي منتظرين حلول في هذه القضايا هيبقى تمثلهم موجود؟ موجودين طبعاً لا موجودين حيكون إن شاء الله بإذن الله الناس اللي مقدمين مقترحات حيكونوا موجودين وممثلين جوه اللجنة ولكن مثلاً أنا عندي موضوع الوصاية لو حدي حضرتك مثال ده يعني مش ده مش حقل لو متقدم ميت مشكلة هل أنا هقدر أدعي المية؟ لا أنا هشوف أكتر المشاكل بزبط أكتر المشاكل وحبدأ بدعوة الأشخاص اللي هم مقدمين المشاكل لكن طبعاً هيكونوا ممثلين جوه اللجنة وهل من المخترحات اللي وصلت لحضراتكم لقيتوا فيها بعض الأمور الإيجابية اللي تستحق أن تنظر وقد تكون سبيل لوجود حل مرضي لجميع الأطراف؟ إن شاء الله بإذن الله بس ده طبعاً إحنا مش هنقدر نصرح عنه لأن دي مخرجات اللجنة طبعاً هنشوف ده بإذن الله إن شاء الله في الفترة اللي جاء بس فيه يعني مقترحات مباشرة فيه طبعاً مقترحات مباشرة كويس طيب ممكن حريك تحطينا بها أخيراً كده فيه وكأنه انطلقت اللجنة عشان برضو الناس تبقى معنا في الصورة فيه دور المقرر والمقرر المساعد اللي هيكونوا على الحياة التام هل هتستطيعي مثلاً إنه بكم الأطراحات اللي شفتيها إنك تطرحيها بدون أي تحيزات ده ده لازم كمرأة مش هتتحيزي للمرأة ده لازم بما بس حق الرجالة كمان لا إحنا مش بنتحيز يعني المرأة على رأسنا طبعاً بس إحنا اللي يهمنا مصلحة الأسرة والطفل أولاً فلا أنا دوري كمقرر مساعد ودور الدكتورة نسرين بغديدي مقرر اللجنة إن احنا نقوم بإدارة الجلسة فقط ما نقدرش نقول رأينا ما نقدرش ننحيز ما نقدرش لا يعني ده بقى دور السيدة المختصين اللي موجودين معنا داخل الجلسات إن شاء الله وعندنا ثقة فيهم بإذن الله إن شاء الله وإحنا ثقتنا في حضراتكم جميعاً وسقف التوقعات عالي من خلال الحقيقة النقشات إن شاء الله اللي تكون مثمرة على مدار كل اللجان اللي هتعقد عشان الكل بينظر إلى الحوار الوطني ومنتظر ما ستصفر عنه هذه النقشات من توصيات تحل بعض التحديات اللي موجودة فإحنا هنتابع مع حضراتكم برضو يوم الخميس إن شاء الله وإحنا موجودين على هوا إن شاء الله تكونوا خلصتوا عشان نعرف إيه المخرجات المبدئية اللي يعني أطمرت عنها أنا بس كنت عايزة أضيف حاجة حاجة كنت بتقول الإيجابيات للحوار الوطني أهم حاجة إن طولة الحوار الوطني قعد عليها كل أطساف المجتمع المصري المعارض والموالي يعني ده الوحده نجاح يعني ده الوحده نجاح أعتقد إن شاء الله بإذن الله انطلاق الحوار الوطني هو انطلاقنا لجمهورية جديدة بإذن الله بإذن الله رب وكل التوفيق لحضراتكم بإذن الله شكرا لحضراتكم شكرا لكم